نعوذ بالله من شروره وسنة ومن سياءة أعمالنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُنْ ظِلَّ لَهُ وَمْ يَظْلِلْ فَلَهَا دِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ رَسُولُهُ ماذا أخذنا بالأمس؟ ما يا أخي؟ بسم الله أخذنا كتاب أيمة الدروس المهمة لعامة الأمة وقلنا لماذا ندرس الدروس المهمة؟ لأنها مهمة وإذا كانت مهمة لعامة الأمة إذن طلاب العلم من باب أولى صحيح؟ نعم والطالب العلم لا يتكبر لا على العلم ولا على العلماء ولابد أن نسير على النهج والطريق الذي خط لنا العلماء حتى نصل إلى ما وصلوا إليه طيب وقلنا تنقسم هذه الدروس لكم قسم؟ محتوى تحتوي الدروس المهمة على ماذا؟ ها؟ يا الله بسم الله ستة الأول حال السلف مع القرآن ولابد أن يكون حالة نحن مع القرآن إذا كان السلف الصالح يعني عندهم من الفضائل والكذا وكانوا إذن نحن من باب أول الثاني التوحيد ما يضاد التوحيد الشرك والثالث الصلاة والرابع والوضو والطهارة واغتسال والتيمم وكذا والراء الخامس تجهيز الميت تكفينه والصلاة عليه ثم الآداب والأخلاق الإسلامية تمام شروط الصلاة كم؟ تسعى تفقنا أمس هذا اللي يقول خلاف كذا على رأس يعني ما في عندي شكال لكن يا أخواننا إن طالب علم لازم تتأسس كل ما نسأل طالب مسألة قال خلاف طب أعطينا الخلاف هو لا يعرف الخلاف أصلاً شروط الصلاة قال خلاف طب أعطينا الشروط المتفقة عليه لا يستطيع يعدها ما هو صحيح الشيخ الإسلام بن تيمش الشيخ بن عثيمين الأئمة هؤلاء ضبطوا أيش العلم بماذا درسوا متن من المتون الفقهية المعتمدة وضبط ما فيها بعدين يستطيع أن يقول هذه المسألة كذا كذا كمان سيأتي معنا أزاك الله خير مفهوم أما في المسألة خلاف في المسألة خلاف ما يمكن كل شيء تقول خلاف ثم إخواننا العامي يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله ليس كلامي أنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول العامي ما تقول له إلا قول واحد ما تقول في المسألة خلاف لأن لو جاء مثلاً عندك العامي وقلت له الرحمن وعلى العرش استوى أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى استواء حقيقي يلق به سبحانه وتعالى لا يماثل استواء المخلوقين نعلم ما على الاستواء ونثبت أن لله كيفية لكن هذه الكيفية لا نعلم وصل عنها بدعم ولا يمكن أن تقول بالقول الثاني قول أهل الضلال مجرد ما تنقل له كلام أهل الضلال ممكن يقول بقول الأخطى ما تذكر له أصلاً هذا الكلام هذا في العقيدة حتى في الفقه يعتينا عامي الآن يقول ما حكم أكل لحم الجزر نقول ناقض للأضوء والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبن ما نذكر له الخلاف في المسألة طيب قال لماذا تذكر له الدليل حتى أعلم الاتباع حتى يعني هو يشعر أنه متبع للدليل مع أنه عامي من العامة ما فيش كان فهمت يا أخي فما يصلح أنه كل مسألة خلاف 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 طالب العلم لابد يسلك هذا الطريق والله أعلم تذبق وقلنا العلم يضبط بهذه الطريقة شروط الصلاة تقول تسعار كان الصلاة أربعة عشر بعد هذا عند الشرح عند كذا ممكن تقول هذه المسألة فيها كذا فيها كذا بعض العلماء قال ممكن فلابد يخواننا نضبط العلم مفهوم والسير على طريقة واحدة طريقة واحدة كان السلف أقول لكم كيف الطريقة الواحدة السلف الصالح كيف كان يطلب العلم كان عندنا مدرسة ابن عباس صح ومدرسة ابن مسعود ومدرسة ابن عمر صحيح لماذا؟ لأنه دخل في هذه المدرسة يمشي عليها والطالب اليوم مشتت الذهن يشرح يدرس الأصول الثلاثة شرح بن عثمين رحمه الله والقواعد الأربع شرح صالحة للشيخ حفظه الله وكتاب التوحيد شرح الفوزة حفظ الله مشايخنا يا رب هذا له تقسيم وهذا له تعريف وهذا ينقض لك التقسيم الأول والتعريف الأول هذا يقسم الزبح ثلاث أقسام وذلك يقسم الزبح إلى قسمه أنت تخرج في النتيجة بلا شيء مثل من يدرس اليوم الفقه المقارن ما يصلح ما يصلح يدرس فقه المقارن لا تأخذ شيخ واحد تأخذ العلم الذي عنده وبعدين إذا خلصت منه انتقل لعالم ثاني مفهوم؟ ابن القيم رحمه الله درس على ما ذهب من؟ على ابن تيمية خرج ابن تيمية رقم اثنين صح؟ لا ما ذهب لا يمين وليس أنت لو عكفت على كتب بن عثيمين رحمه الله دروس بن عثيمين إيش تخرج ابن عثيمين ذاني لكن أنتم ما تصنعوا هذا هنا وهنا وهنا ما يصلح طريقة واحدة التعريف الذي يذكر لك بن عثيمين رحمه الله في الأصول الثلاثة سيذكر لك في كتاب التوحيد وفي الواسطية وفي أصول الفقه وفي مصطلح صحيح وهذا أسهل لك في الطريقة حتى في حفظ القرآن هذا يحفظ القرآن عند الشيخ تمام؟ اعتاد على طريقة الشيخ وفين الأخطاء وكذا لو أراد أن يقرأ على الشيخ ثاني يمكن يعيده من الفاتحة يقول أنت ما تعرف تقرأ صح؟ صحيح حتى في حفظ القرآن عندما يحفظ هذا يقول أنا أحفظ على قراءة وصح القراءة على الشيخ علي الحذيفي يقول خلاص أنا ماشي مع طريقة الشيخ علي الحذيفي حفظه الله لو جاء يريد يغير مثلا يغير على قراءة الحصري ما يستطيع يصعب عليه هذا صح؟ فأخواننا الدراسة تمسك عالم تثق في دينه وعلمه وتأخذ بقوله تخرج بن عثيمين رقم اثنين أما هنا قليل وهنا قليل وهنا قليل وهذا يقول لك طريقة وهذا يقول لك طريقة ما سرش بن عثيمين يا أخواننا رحمه الله جاء لبن سعدي وبن سعدي كبير وبن عثيمين من الطبقة الثالثة الطبقة الثالثة يعني قبله فيه الطبقة الأولى الكبار كبار طلبة بن سعدي وبعدين الوسط ثم الصغار بن عثيمين يعني ايش اعتبر متأخر جاء متأخر عمد عنده بن سعدي بالنسبة للكبار مثل البسام مثلا مات بن سعدي رفع الله من بن عثيمين رحمه الله ثم أما هنا وهنا ويقرأ فقه مقارن ما يصلح هذا الكلام فتمشوا على طريقة واحدة لابد من ضبط العلم ما هو العلم قال العلم أمس كان يسألني الأخ سبر وتقسيم ها وجمع وتفريق هذا العلم ما هو العلم سبر وتقسيم وجمع وتفريق هذا العلم يقول هم العلماء سبر وتقسيم يعني يسبر الأدلة ينظر في الأدلة ثم يقول أنواع التوحيد ثلاثة ربوبية ألوهية أسماء وصفات الكلام إما اسم أو فعل أو حرف مفهوم هذا السبر والتقسيم والجمع وتفريق لا يفرق بين الشرط والركن إذن هذا ليس بعالم يقول يجتمع الشرط مع الركن فأنه لا يقبل في ترك الشرط ولا الركن لا جهل ولا نسان ولا عم ويفارق الشرط والركن أن هذا خارج الماهية وهذا داخل الماهية مثلا فقالوا أنتم ما يقولوا عندكم ما يعرف كوع من بوع صح؟ أي نعم فاللي ما يعرف كوع من بوع هذا ليس بعالم لازم أنت عندك سبر وتقسيم وجمع وتفريق حتى تفرق تعرف بين الأشياء وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصوه كرسوع والرزق ما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فاحفظ واحضر من الغض حتى تعرف أني أعرف الحمد لله كوع من بوع مفهوم؟ تمام يا أخواننا اسمع أنا ما عندي علم فقط يا أخواننا نحن علينا نسير الطريق مذلل مهيئ لك بس امشي لا تمشي طريق ثاني أسلك الطريق مثل ما قلنا أمس كان يقول للأخ مراتب إيش الإمام بالقضاء القدر أربعة جمعها الناظم في قول علم كتابته مولانا مشيئته خلق وجده وتكوين شروط الصلاة جمعها بن بازر رحمه الله تعالى لك احفظ امشي أسلك الطريق إذا سلكت الطريق تصل إلى مواصل إلى العلماء أما تأتي تتفلسفة خلاف المسألة وهذه المسألة مرجوحة هذا الكلام صحيح لكن ليس وقته الآن ما هو وقته الآن؟ وقتك الآن أدرس امشي واحدة واحدة قبل عشر سنين مثلاً لو أسأل هذا قال عند المسألة الخلافية كانت مليون الآن بدأت تقل 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 صحيح هكذا تقل المسألة من الآن من أول طلبك للعلم ما تستطيع تبحث في المسألة الخلافية وهذا خطأ خلل في الطلب إخواناً هذا الآن يريد يصلي يبحث عنيش أقبض بعد الرفع من الركوع أو لا أنزل على اليدين أو أنزل على الركبتين ما هو وقته هذا عندك الآن؟ لماذا؟ لأنه في الأدلة يقول العالم الأول هذا عام هو ما يدري أنزل على اليدين أو الركبتين طيب ممكن صلاته فيها خلل ترك شرط وكذا لو نزل على اليدين نزل على الركبتين الصلاة صحيحة صح أما لو ترك الفاتحة مثلا صلى بغير وضوء هذا إشكال فيبحث الطلاب اليوم وراء القبض بعد الرفع من الركوع النزول على اليدين ويتركوا شروط الصلاة وأركان الصلاة مشكلة حتى يشغلوا العوام بهذا نعم أمر بحث فيه العلماء لكن لابد نبحث عن إيش ما سار عليه العلماء أولا مفهوم؟ فهذا الطالب يقول احترد أنزل على اليدين ينكر علي بعض الطلاب أنزل على الركبتين ينكر علي بعض الطلاب فأصبحت أصلي وأنظر اللي بجانبي ينزل على اليدين نزلت على اليدين ننزل على الركبتين أيش نزلت على الركبتين وارتحت من الطلاب ومناقشاتهم ومطاحنات يقول لكن وقعت في إشكال أكبر ما هو قال الذي عن يميني أحياني ينزل على اليدين واللي عن يساري عن ركبتين وأحتار أرائما هو هذا مرآه أصلا أصبح يصلي عشان الطلاب قال فلجأت إلى طريقة أنزل على الأربع اللي يراني يظن عن ركبتين وركبتين وركبتين طيب أنت أحدحت قول جديد وأصبحت رائي في دين الله مفهوم لا ابحث عن إمام عالم تثق في ديني وعلمي وخذ بأقوالي وسر على الطريقة تخرج بالعثيمين رقم اثنين أحسن مما تخرج بلا شيء هنا ولا هنا ولا هنا فمن يجي هنا طالب يقول والله ما أعلم يا أخواننا هذه الكتب هذه كتب سلف هذه كتب أئمة لا تقول هذا مذهب مذهب أحمد من هو أحمد أمام أهل السنة أخواننا مفهوم هاي نعم لازم تدرس على الطريقة التي الإشكال ليس في الدراسة من الكتب التي مؤلف على المذهب الإشكال يا أخواننا كل الإشكال في ماذا في التعصب في التقليل الأعمى مفهوم أما الدراسة ابن عثيمين رحمه الله دراس ابن باس دراس شيخ الإسلام نعم قالوا الحنبلي في شيخ الإسلام في ترجمتي قالوا الحنبلي أولا المجتهد آخرا هذا يؤدي بك للإجتهاد هذه الطريقة مفهوم اي نعم لا يلعب عليك بعض الناس يقول التقليد ما أحد يقول بجواز التقليد إلا عند الضرورة سيأتي إن شاء الله تعالى شروط الصلاة هذا كلهم نريد شروط الصلاة نعم ما نيذ وين صاحبنا اللي بالأمس ما جاء بسم الله أي أبحث عن كوقف نعم شروط الصلاة كاما هذا الكلام هذا علم تسعة إسلام والعقل والتمييز والنية تمام هذه بالترتيب هذه الأربع قلنا كل العبادات إلا في الزكاة والحج قد تتغير بعض هذه الشروط تركها رفع الحدث اسمه رفع الحدث وإزالة النجاسة عن البدن والبقعة والثوب وأخذ الزينة قلنا أفضل منه واستقبال القبلة ودخول الوقت هذا علم أجلس أركان الصلاة كم أربعة عشر هذا علم تمام أجلس واجبات الصلاة كم ثمانية هذا علم تمام الأول جميع التكبيرات عدة تكبيرة الإحرام قلنا تكبيرة الإحرام ركن طيب وقول سبحان ربي الأعلى بهذا اللف في الركوع في الركوع يقول سبحان ربي العظيم بهذا اللف أما الزيادة سنة مفهوم لابد أن يقول مرة واحدة في ركوعه سبحان ربي العظيم بهذا اللف بعدين يزيد بما ورد سبحان ربي العظيم الثانية سبحان ربي العظيم وبحمده سبوح وقدوس رب الملاكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تمام وقول سمع الله لمن حمد للإمام المنفرد وربنا ولك الحمد للجميع وقول سبحان ربي الأعلى هذا اللغة في السجود مرة واحدة وجوبا وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية والجلوس للتشهد الأول هذه واجبة الصلاة ثمانية مبطلات الصلاة الذي لا يعرف مبطلات الصلاة قد تكون صلاة باطلة وهو لا يدري ومن أهم ما يكون هذا تعرف مبطلات الصلاة نواقض الوضوء مفسدات الصيام محظورات الإحرام أهم من هذا نواقض الإسلام حتى لا تأتي بناقض ويكون خروج من الدين وانت ما تدري مفهوم مهم جداً إذن العلماء درج العلماء وسار العلماء على بيان نواقض الإسلام نواقض الوضوء مبطلات الصلاة صحيح مفسدات الصيام مثلاً محظورات الإحرام حتى لا تقع في محظور هذا من النصح للأمة ليس من التكفير يا أخواننا بيان نواقض الإسلام هذا ليس تكفير للمجتمعات هذا تحذير للمجتمع من الوقوع في الشرك مثل نواقض الوضوء مفهوم؟ من يذكر لي؟ بسم الله كم؟ هذا علم تمام؟ الأول الكلام العمد مع العلم والذكر تكلم متعمداً عالماً تحريم الكلام في الصلاة ذاكراً لا ناسياً فالصلاة باطلة خرج بهذا ما لو تكلم ناسياً أو جاهلاً تحريم الكلام في الصلاة أو تكلم لمصلحة الصلاة الثاني الحركة الكثيرة المتوالية عرفاً لغير حاجة حركة كثيرة متوالية متتابعة عرفاً تنظر إليه تظن أنه غير مصلي من كثرة ما يتحرك يخرج الجوال ويقول سبحان الله أنا أصلي هذا كيف؟ يا أخي في الصلاة أنا مثلاً تنظر إليه غير مصلي كأنه من كثرة ما يتحرك حركة كثيرة متوالية عرفاً لغير حاجة الانحراف الكثير عن القبلة الأكل والشرب والضحك وانتقاض الطهار لكن يقيناً لا تخرج إلا تسمع صوت الخارج أو تشم ريح الخارج أما تشك لا تخرج مفهوم؟ وانكشاف العورة هذا الأخي ويحصل انكشاف العورة في الغالب في من يصلي في البنطال عندما يركع ويسجد إذا انكشفت العورة جاهل ناس متعمد الصلاة باطلة الحركات في الصلاة خمسة حركات يقسم يصنف العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أي حركة في الصلاة نستطيع أن نصنفها ضمن حكم من الأحكام التكليفية الخمسة عندنا حركة محرمة حركة مكروحة حركة مباحة حركة مستحبة حركة واجبة مفهوم؟ طيب الحركة المحرمة الضحك الأكل الشربة لإنحراف الكثير عن القبلة طيب اترك الكتاب يا الشيخ اغلق الثاني الحركة المكروحة هي الحركة اليسيرة لغير حاجة التفت التفات يسير الحركة المباحة هي الحركة اليسيرة لحاجة حركة يسيرة جاءت ذبابة على أنفي فقلبها كذا هذه حركة يسيرة مفهوم؟ مباحة الحركة المستحبة هي الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة لو تحرك كانت الصلاة أكمل وأكثر في الأجر مثل قال سد الفرج مثلا الحركة الواجبة هي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة إلا ما يتحرك كانت الصلاة باطلة هذا الأخ وهو يصلي وجد على غترته نجاسة وجب إيش؟ أن يزيل الغترة حركة واجبة مفهوم؟ تاي